التناسب والتشابه درس التكبير والتصغير التكبير والتصغير في الأشكال هو ما نسميه التمدد أي أن الشكل يتمدد فيكبر أو يتمدد أو يصغر حتى نقوم بعملية التمدد يجب أن نعرف أمران مركز التمدد وعامل المقياس ولنأخذ مثالا فلنأخذ هذا الشكل فلنفرض أن مركز التمدد وهذه النقطة وعامل المقياس سنفرض أنه اثنين فكيف أرسم التمدد؟ أبدأ دائما من مركز التمدد ثم أقيس طول هذا الضلع طول هذا الضلع وحدة اثنان إذن أضرب هذه المسافة في عامل المقياس وهي أثنين إذن سيصبح الطول الجديد أربع فأقيس واحد اثنان ثلاثة أربع والنقطة باء شرطة أي صورة باء ستكون هنا ثم أمدد هذا الضلع أبدأ دائما من مركز التمدد هذه المسافة واحد اثنان إذن أضربها في اثنين وهي عامل التمدد فتصبح واحد اثنان ثلاثة أربع وهذه النقطة ستكون دال شرطة ثم أطبق التمدد على هذه النقطة جيم أقيس دائما المسافة من مركز التمدد فإذا قست هذه المسافة ثم أضربها في اثنين ستكون صورة الجيم في هذه النقطة سميها جيم شرطة الآن أوصل بين هذه النقاط وأحصل على الشكل بعد التمدد انظر هذان الشكلان هذا الصغير وهذا الكبير شكلان متشابهان لكن يختلفان في الحجم وهما متشابهان أي أن هذه الزاوية ستطابق هذه الزاوية لأنها الزاويتين متنابرتين وهذه الزاوية ستطابق هذه الزاوية وهذه الزاوية أيضا ستطابق هذه الزاوية وهذه الزاوية هي نفسها إذن الشكلان متشابه وأيضا إذا قست أطوال الأضلع فقست الألف باء على طول الضلع المناظر له وهو ألف باء شرطة هذه النسبة ستساوي تماما وهذه النسبة طول ألف دال على طول ألف دال شرط ستساوي أيضا طول هذا الضلع على طول الضلع المقابل له أو المناظر له ستساوي أيضا طول هذا الضلع في الشكل الأصغر على طول الضلع المقابل له في الشكل الأكبر أيضا نستطيع أن نقوم بالتمدد على الأشكال في المستوى الإحداثي فكيف أقوم بالتمدد في المستوى الإحداثي؟ في المستوى الإحداثي إذا كان مركز التمدد هو نقطة الأصل الصفر والصفر إذن كل ما أفعله هو أن أضرب الزوجة المرتب هو أن أضرب إحداثيات السين والصاد في عامل المقياس كيف ذلك؟ فلنفرض أن عندي هذا الشكل والتي هذه إحداثيات رؤوسه وأريد أن أطبق عليه تمدد عامل مقياسه 1.5 كل ما أفعله هو أن أضرب إحداثيات السيني والصاد في 1.5 وبالتالي ستكون صورة الألف شرطة 3 في 1.5 سيصبح 4.5 و1 في 1.5 يصبح 1.5 أما الباء فصورتها أضرب السين في 1.5 وتصبح 1 في 1.5 ب1.5 و2 في 1.5 تصبح 3 أما الجيم فصورتها الجيم شرطة ستصبح 2 في 1.5 ستصبح 3 والأربعة في 1.5 ستصبح 6 إذن هذه هي رؤوس الشكل بعد التمدد أضعها على المستوى الإحداثي هذه هي الرؤوس أوصل بينها لأحصل على الشكل وهذا هو الشكل النهائي كبرنا الشكل بمقدار 1.5 وطبعاً هذان الشكلان سيكونان متشابهة وآخر نقطة في هذا الدرس يجب أن تعرفها لأنه إذا كان عامل القياس أكبر من واحد فإن النتيجة ستكون تكبير أي أن الشكل الناتج سيكون أكبر من الشكل الأساسي أما إذا كان عامل المقياس أقل من واحد فإن النتيجة ستكون تصغيرة أي أن الشكل الناتج سيكون أصغر من الشكل الأصلي وآخر درس في هذا الفصل هو القياس غير مباشرة وفيه نتعلم كيف نستخدم التناسب والتشابه في قياس أجسام بطريقة غير مباشرة فلنفرض مثلاً أنني أريد أن أقيس طول مصباح ما وهذا المصباح يسقط ظلاً على الأرض أنا لا أستطيع أن أقيس ارتفاع هذا المصباح بطريقة مباشرة لكن فلنفكر في طريقة لقياس ارتفاعه بطريقة غير مباشرة فلو كان عندي عصى أو جسم صغير أستطيع قياس ارتفاعه بطريقة مباشرة يسقط ظلاً أيضاً على الأرض بهذه الطريقة فأصبح عندي الآن مثلثين متشابهين فلو رسمت ضلعا ثالثا لهذا المصباح ورسمت ضلعا ثالثا أيضا هنا أصبح الآن هذين المثلثين متشابهين هذه زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة أيضا وهذه الزاوية ستطابق هذه الزاوية وهذه الزاوية ستطابق هذه الزاوية الآن أستطيع أن أوجد هذا الارتفاع ولنسميه عين بقياس الأطوال الأخرى كيف؟ افترض أني قست ظل هذا المصباح فكان ثمانية متر قست ارتفاع هذا العصى فوجدته خمسة وسبعين ممية من المتر وظلها كان طوله واحد ونصف متر قلت أن هذين المثلثين متشابهين إذن أستطيع أن أكتب نسبة التشابه هذين الضلعين هما متناظران إذن أستطيع أن أكتب واحد ونصف على الطول المناظر له وهو ثمانية هذه النسبة ستساوي تماما ارتفاع العصى على ارتفاع هذا المصباح وهو عين بهذه النسبتان يجب أن تكون متناسبتان أو متساويتان إذن نستطيع استخدام الضرب التبادل لإيجاد المجهول فنضرب هذا البسط في هذا المقام تصبح نتيجة واحد ونصف في عين ستساوي ضرب هذا المقام في هذا البسط ثمانية في خمسة وسبعين من ممية نكمل الحل لإيجاد العين ننزل هذا الجانب كما هو ثمانية والناتج هنا سيكون ستة وريد أن أوجد العين فأقسم الطرفين على واحد ونصف وأحصل على عين تساوي أربعة إذن ارتفاع المصباحي هو أربع متر قصته عن طريق التشابه وهذا ما نعنيه القياسة الغير مباشرة لم يكن عندي أداة قياس وذهبت لأقيص الارتفاع نفسه لكن بطريقة غير مباشرة استطعت قياسة الارتفاع